اشتركوا في القناة ادعاءات من منظمة مشبوهة كان من بينها انه يتم عمليات تعذيب للمساجين داخل السجون المصرية وفي خطوة برلمانية لرد على هذه الادعاءات عكفت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب على اعداد تقرير دولي باللغتين العربية والانجليزية حول زيارتها الميدانية التفقدية الى السجون والاقسام المصرية والتي اكد خلالها السجناء والمحتجزون على حسن المعاملة وعدم تعرضهم لاي اعتداءات جسدية علاوة على العناية الصحية التي يتلقونها وتم تسجيل الزيارات بالصوت والصورة وعرضها على الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس كما نظمت اللجنة زيارات خارجية للدول المؤثرة لرد على دعاءات هيومان رايتس ووتش بوجود تعذيب في السجون المصرية وتضمن التقرير الذي اعدته اللجنة زيارات الى البرلمانات الدولية والامم المتحدة وفي مقدمتها زيارتها الى الكونغرس الامريكية ومجلس الشيوخ الايطالي والبرلمان الفرنسية ونظرا لان حياة المواطن المصري هي الشغل الشغل للجنة فقد توجهت ثورات ردد انباء عن وجود اعتداءات على الاطفال في دور الايتام بالزيارات المفاجئة الى عدد من الدور بالمحافظات المختلفة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها الاطفال كما قامت باعداد مشروع قانون خاص برعاية الاطفال بلا مأوى هذا بالاضافة لارسالها وفدم عدد من اعضاء البرلمان لمتابعة اوضاع النازحين الاقباط من العريش دور لجنة حقوق الانسان في حماية المواطن المصري والدفاع عن حقوقه لم تقتصر على حمايته داخليا فقط بل تقوم بالدفاع عن حقوقه خارج البلاد وهو ما حدث مع الشاب المصري وحيد محمود الرفاعي الذي تعرض للاعتداء من مواطن كويتي في دولة الكويت وتوجه بعدها النائب على اعابد رئيس لجنة حقوق الانسان الى الكويت للاطمئنان عليه ومتابعة التحقيقات وتفاصيل الحادث باعتباره محاميا دوليا اسراء سعد الحياة في مصر مرحبا حضراتكم مشاهديا الكرام مرة تانية في الحياة في مصر وفقرتنا زي ما قلت حضراتكم هي فقرة عن حقوق حضراتكم عن حقوق الانسان ما لكم وما عليكم ملفات كتيرة متعلقة بحقوق الانسان بتناقشة بالتأكيد لجنة حقوق الانسان في البرلمان المصري اللي بيشرفني في هذه الفقرة ان يكون رئيسها ضيفي الكريم السيد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان المصري اهلا وسهلا بيك اهلا بحضرتك بشرفني فقر انا سعيد ان انا مع حضرتك النهاردة لان الحقيقة يعني انا بس عايز يعني قبل ما نبتدي نتكلم انا مقل من الظهور الاعلامي لان انا لازم لما اظهر مع اعلامي لازم اظهر مع اعلام هادف بيقدم رسالة مش اعلام اللي بيزعق عشان عندنا اعلام بيزعق كتير قوي انا يعزك يا فقر وحاول بعض الناس الى الاسلوكيات لم نتعود عليها فانا بقى انا بشكرك وبتوقع لك انك تكون من اهم المزعين والاعلامين اللي مبينين شكرا جزيلا نبدأ من البرلمان بشكل عام قبل ما ندخل في التخصص ولجنة حقوق الانسان البرلمان المصري انت شايفه ازاي في 2018 بعد ثلاث سنين فيه نوع ما فيه نطج نقدر نقول كده شايفه ازاي خلينا بس نقول البداية الاول سيادتك احنا في سنة يعني في نهاية سنة تلتة برلمان زي ما بيقولوا طبعا احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا ان الجلسات لا تزع على الهواء انا ضد ده انا مع ازاعة الجلسات على الهواء حتى يعلم الناخبين انتخبوا مين وبيقادوا ازاي داخل البرلمان وبتحدثوا ازاي في التشريع والرقابة الحقيقة البرلمان اول سنة كانت هي مش سنة مكتملة لان ابتدين عشر يناير وكان نهاية البرلمان بعد حوالي خمس او ست شهور ولكن كان هناك انجازات كثيرة جدا ولكن الانجازات تتمثل في مثلا التصديق على قرارات الاتصالة من رئيس الجمهورية اصدار بعض القوانين المهمة منها الخدمة المدنية وبعض ايضا الاتفاقيات توقيع على اتفاقيات تاني سنة ابتدينا نعمل في الجانب التشريع والرقابي مع وزارة جديدة ووزارة الحقيقة كانت بتأدي وانا بحيي الوزارة القديمة برئاسة المهندس شريف اسماعيل وكل الوزاراء العاملين فيها اللي الحقيقة اعادوا خلال فترة معينة الوضع الاقتصادي بدأ يتحسن الوضع الامني ووزارة الدخلية ووزارة الدفاع ايضا اللوى مجد عبدالغفار والفريق صدق صبحي كان لهم دور الحقيقة تحملوا المسئولية في فترة صعبة والحقيقة انا بقول ان خلال الفترة القادمة ان شاء الله باذن الله انا شايف ان هيكون هناك تحسن من خلال الوزارة الجديدة الوزارة الجديدة المتفائلة برئاسة طبعا الدكتور مصطفى مدبولي وان لنا شاعر من خلال البيان اللي القوه ان البيان ما هو يعني اي برلماني بيشوف البيان او بيستمع اليه بيعرف ان هذا البيان متفائل وعنده طموح انه هو ينجز ولا هذا البرلمان هذا البيان بيحاول يقلل الالتزامات عليه لا اهو مدد الالتزامات كتير جدا ونتمنى هل يتجاه على موافقة الموافقة على البيان انا شخصيا انا عاكف على دراسة البيان لي بعض المراحزات عليه متعلقة بقالية التنفيذ ومدد التنفيذ وبرامج الحمال الاجتماعية وايضا متعلقة بالجوانب تعليم والصحة ولكن هو بيان هايل جدا يعني هذا البيان انا بسميه بياننا موزجي ولكن لو تنفذ هذا البيان بنسبة 70 او 75% خلال الاربع سنوات القادمة احنا هنقول لرئيس الوزارة والوزراء الموجودين فيه شاكرين لانهين المصر نقلة نوعيا جميل خلينا اتطرق للجزئة اللي حضرتك بدأت بيها الحوار واللي قلترك انه يعني ختامل على لساني لما حضرتك موافق على البث المباشر لجلسات البرلمان على التليفزيون ومن كم يوم برضو كان مكان حضرتك وكيل البرلمان سيد سليمان وهدان وبردو موافق على الاذاعة وان الناس تشوف نوابها طب ايه الرفض منين الرفض يعني احنا عايزين لو انا مواطن مصر الان وعايز اقيم النائب بتاع اللي انا اديته صوتي اقيمه ازاي شايفه كويس ولا وحش ازاي مش عارف شوف اقول لحضرتك على حاجة احنا احنا اللايحة بتاعة المجلس اللي هو قانون رقم واحد سنة 2016 هي اللايحة الحاكمة ودائما وابدا انا ممكن اكون ليه رأي سيادة النائب سليمان بيوهدان ليه رأي واخرين ليهم رأي ولكن في الاخر الدكتور علي عبدالعال بياخدوا التصويت موافقين على الازاعة ولا لا فاتجهوا لعدم الازاعة على الهواء ولكن التسجيل والبس انا بقول يعني عشان يبقى عندنا مصدقية او شفافية منزيع على الهواء الازاعة على الهواء هتقدي الحاجتين لا خلافة اليوم اولا هيبان جهد البرلمان لان كل الناس بتقول هزا البرلمان ضعيف ولا ويقدي جهد ولا هيشوفوا احنا بنشتغل ولا لا نمرة اتنين هيشوف النائب اللي انتخبوا هل يستحق هذا المكان يدونوا صوته مرة تانية ولا لا تشريع ورقاب ولا لا نمرة تلاتة ودي الحقيقة يعني ما يختلفش عليها اي حد هيشوف دور المجلس قرقابة على الحكومة لان في ناس كتير جدا بتقول المجلس في وادي والحكومة فايد لا احنا كل يوم والتاني عندنا الوزراء وبنسألهم وجهلهم تساؤلات واللجان اللي بيجي فيها الوزراء صحيح فانا شايف انا مع الازعى وبقول لزملائي النواب في دور الانعقاد القادم بقى لان احنا خلاص فاضلنا اسبوع لهذا دور الانعقاد او سنة ربع برلمان يعني ارجو ان يكون الجلسات البرلمان مزععة على الهواء ممكن اتتتوقع ده اتمنى وسادعو لذلك ان تزع على الهواء حتى يتبين لكل مواطن مين اللي بيقدي داخل البرلمان على فكرة احنا عندنا نواب داخل البرلمان بيقدي انا باعتبرهم احسن وافضل نواب موجودين في العالم ولكن لا يصلط الضوء عليهم وفي نواب تاني داخل البرلمان برضو مظلومين ليه مظلوم ليه لان الاعلام لا يعلم الدور اللي بيقديه وبالتالي ده اللي احنا عايزين نعمله الدكتور علي عبدالعال حريص على المجلس وكان من اللحظة الاولى حريص على ان يستمر المجلس ان انت فاكر طبعا اول ما ابتدى البرلمان وبعض النواب عملوا حاجات ولكن يعني واخد بالك واخد بالك ماشي من اللايحة الداخلية ممكن تحدد ممكن تعاقب اللي يتجاوز منصوص عليها منصوص عليها في اللايحة الداخلية الالتزام بكرامة المجلس لان اهانة كرامة المجلس او بعض التصرفات التي تصدر من النواب وتوهين كرامة المجلس تعرض النائب انه هو يتحل لجنة قيم ويتم توقيع العقوبات عليها ولكن ان شاء الله يعني اتوقع ان شاء الله ان تزع جلسات على الهواء هرجع لجزئية سريعة بالنسبة للبرلمان انا شايف ان في دور الانعقادة التالت كان افضل من دور الانعقادة الاول والثاني والدليل على ذلك كم القوانين التي اصدرناها كم الاتصالات الخارجية وللعلم احنا عندنا الدبلوماسية برلمانية بنعملها يمكن اخيرها كان من اول امبارح مع لجنة الصداقة المصرية الاماراتية كانت موجودة عندي برئاستي وبرئاسة الشيخ خالد بن زايد وتم الاتفاق على عمل بروتوكول ما بين مصر والامارات في مجال التشريعات ومجال الرقابة وايضا في مكال تجنولوجيا المعلومات وازاحة المشاكل التي اتعرض لها المستثمرين ايضا هناك سفريات كثيرة جدا للبرلمان انا سفرت الحقيقة كونجرس امريكي سفرت مجلس الشوخ الايطالي سفرت مجلس اللوردات في بريطانيا مجلس العموم البريطاني وصلتنا للنقطة دي في الكونجرس الامريكي او في اللوردات البريطاني او الروسي او الفرنسي الاماكن اللي حضرتكم زرتوها كلجنة حقوق انسان بالتأكيد في بعض الاحيان بنشوف برا تقارير بترصده وبتهاجم مصر وبالاخص من البرلمانات دي كنت بتردوا عليهم ازاي لانه مهم او التواصل انا هقول لحضرتك على مثال احنا كان مجبوعة من اللجنة عندي مدعوية مدعوة للامم المتحدة في فيينا وايضا مدعوة داخل وزارة الداخلية في النمسا الحقيقة زورنا وزارة الداخلية وزورنا الامم المتحدة وكنا طلبنا من رئيسة لجنة الحقوق الانسان هي سيدة داخل البرلمان النمساوي ان احنا نتقابل معاه فالحقيقة هي اللي كانت سامعا عننا مش مننا وهذا هو الفرق فرفضت المؤابلة في بدء الامر قالت انا جدوالي مزدحم برده بطريقة دبلوماسا جدوالي مزدحم وكده لان هي اللي سامعا ايه ان ما فيش حقوق انسان بتتنفس في مصر وما فيش فالحقيقة انا قلت خلاص براحتها بس هيجي وقتها تطلب الحقيقة لما شافت ما فعلناه في الامم المتحدة والعرض الحقوقي المدني السياسي الاقتصادي التجاري وايضا علاقتنا بوزارة الداخلية هناك الموجودة واجهزة الاستخبارات وان احنا جايين كمان عشان نطبق برنامج اسمه برنامج حماية الشهود ودي من حقوق الانسان لان الشهد احيانا بيتعرض للاتهاد او بيتعرض لبعض المضايقات فجأت ان هي بتتصل بالسفير المصري هناك وبتقول له انا عايز اقابل رئيس لاجنة حقوق الانسان والسادة اعضاء لاجنة حقوق الانسان فبطبيعتي كمصري برضو قلت له ما عندناش مشكلة يعني ولكن احنا اللي نحدد المعاد عشان عندنا جدوى الملتزمين به حددنا المعاد المفروض كان 30 دقيقة لما عادنا وشرحنا طلبت ان يمتد الاجتماع لمدة ساعتين ونص يه ادغير الشكل تماما صحيح يا استاذ كمان اللي طلقت منه ايه ان احنا لازم نحتك يا جماعة لازم نحتك بالغرب ونقول يعني انا عامل يمكن انا جايب لحضرتك ده مجهود لاجنة حقوق الانسان باللغة الانجليزية ومجهود لاجنة حقوق الانسان باللغة العربية خلال السنتين دورين الانعقاد التاني والتالت ده المجهود الزيارات الخارجية للدول العربية الزيارات للسجون الزيارات للملاجئ الزيارات لقرى الفقيرة القوانين المتعلقة بالمرأة القوانين المتعلقة بالإعاقة القوانين المتعلقة بالحبس الاحتياطي لا شيء محترم للغاية طب ده ممكن ترسلوه لمثلا البرلمانات أو الأماكن اللي فيها بعض الشيء بتأخذ علينا مآخذ زي مثلا النمسا قريبة قوي من ألمانيا ودايما في علاقة تاريخية ما بينهم برضو رئيس البرلمان الألماني دكتور نوربرت لمارت واخد موقف من مصر من بعد 30 يونيو ممكن تبعطوله نسخة من دي يغيروا احنا عملنا اي بقى اولا احنا هذا المجهود اللجنة طبعا السادة النواب عارفينه احنا وزعناه على رؤساء اللجان ورؤساء الهيئات البرلمانية داخل البرلمان حتى يعلموا لجنة حول الإنسان بتعمل ايه الحقيقة يعني انا بتخدم بالشكر على الهواء لجميع اعضاء لجنة حول الإنسان الحقيقة بيبزلوا الغالي والنفيس من أجل هذا الوطن يعني يمكن الناس بتاخد أجازاتها وتروح واحنا عاديين بنشتغل بننزل انتوا اكبر لجنة في البنوات دي صحيح واعتقد ان هذه اللجنة يعني دورها الإنساني لا يتوقف عند مجهود أو عمل ولكن يتوقف عند رسالة سامية لوجه الله تعالى أولا الحقيقة النسخة بقى الإنجليزي احنا تعمدنا وبنعمل نسخ تاني فرنساوي بعد ما نستازن الدكتور علي عبد العالم ان تكون في كل صفارة للسفير والقنصل نسخة وكل برلمانات العالم والكوروبية نسخة وده تم بالفعل الاحتكاك المباشر وده تم بالفعل وده تم بالفعل ليه لاني ساس كمال انا الحقيقة لما سافرت واشنطن وقابلت كونجرسمان تيد كروز هذا الرجل المهم اللي بيحبه مصر وقال لي على سيادة الرئيس عرفتاح السيسي الرجل القوي فسألت رجل قوي ليه هل هو رجل قوي على اساس ان هو خريج المدرسة عسكية قال لي لا الرجل القوي الذي استطاع ان يعمل اصلاحات في خلال فترة وجيزة لان من الصورة الفرنسية لما حصلت الصورة الفرنسية عادت فرنسا 80 سنة عبل ما الاصلاحات انما قدر في خلال 4-5 سنين ان يعمل اصلاحات ومباني وانشاءات ومزارع سماكية واصمرات وغيط العنب فهو عشان كده مسامير رجل القوي اتفقنا مع بعض ان احنا نعمل قانون لتصنيف جماعة الاخوان جماعة ارهابية الحقيقة بزن مجهود كبير جدا وكان معايا سيدة النائبة احمد سمير مرافق لي في هذه الرحلة ولكن الفلوس بقى الكتير اللي بتدفع للمنظمات human rights والعفو الدولية freedom house لاجهات ما تقوم به مص من جهود كتير قوي وهو قال لي قال لي انا عامل له بداخل الكونجرس وبحاول بقدر الامكان ان يمر هذا القانون لان هي جماعة ارهابية ولكن في البعض بيقول هنا احنا لو خدنا هذا القانون او اصدرنا هذا القانون هننقل الافعال الارهابية اللي بيقوموا بها في مصر لعندنا هنا في امريكا يعني شوف الفكر وصل ليه ولكن قلت له هذه الجماعة تنقلب على اي شخص كائن من كان النهاردة كويسين معاك بكرة يعملك تفجيرات عملوا في لندن تفجيرات عملوا في اسبانيا تفجيرات عملوا في فرنسا تفجيرات لان دي طبعتهم بتقوم على النار والدم وبالتالي لن تنجوا منهم الا بالمواجهة المباشرة ان انت تصدر قانون تصنفهم جماعة ارهابية وتشوف الفلوس كم الفلوس اللي بيجي كم الفلوس اللي بيجي من قطر قد ايه كم الدعم اللي بيجي من تركيا قد ايه وبالمناسبة وانا موجود يمكن كنت في زيارة للسفير المصري هناك في نفس التوقيت كان رئيس تركيا موجود رجب طيب اردوغان والحرس بتاعه ضرب الناس في الشارع وحدثت مشكلة وازمة دبلوماسية رهيبة انه تعد على بعض المعارضين لرجب طيب اردوغان ضربهم علي تموت طب هنا اقساز علاء اقساز علاء العيب في ايه هل احنا بنتواصل قليل مع الجهات الخارجية محتاجين نتواصل اكتر هل احنا اتأخرنا كتير وبدأنا متأخر صحيح ان تأتي متأخرا خيرو من قال لا تأتي ولكن هل ده يعني ماشيين على الطريقة ولا لسه بدأت نشوف احنا اتأخرنا كتير ليه لان احنا كنا بنكلم نفسنا او بنخاطب نفسنا هنا الحقيقة انا من ساعة ما مسكت اللجنة وما توليت اللجنة انا وزملاء اللي موجودين اتفقنا على ان احنا نخاطب الداخل والخارج يعني هنخاطب الداخل المنظمات الحقوقية المحترمة الشريفة التي تعمل من اجل مصلحة مصر وبقى في بينا وبينهم تنصيق احنا النهاردة عندنا اصلاحات اقتصادية ده نوع من انواح هو اللي نسلكت معي احنا عندنا النهاردة نوع من انواع الحريات الحقوق المدنية ان انا بطلع النهاردة وانتقد اللي انا عايزه نوع من عندنا الحريات السياسية ان ما فيش حاجة اسمها ساجين رأي احنا طول عمر مصر كان فيها سجناء للرأي يعني يمكن احدى مش عايز اقول اسمها الكاتبات نوال السعداوي كانت بتتحدث مبارح في قناة العربية قالت اعظم عصر شفت في حرية رأي هو عصر سيادة رئيسة عفتاح السيادة انا اتحبست بسبب حرية رأي في جمال عبد الناصر وانور السادات وحسن المبارك انما متحبستش في عصر السيسي وانا ارأي اعتقد ان المجتمع المصر كله بيرفضها وبالتالي هناك حرية رأي ولكن هو الموضوع بيتلخص فكلمتين انا عندي الهاية العامة للاستعلمات وده انا بوجهها تحديدا للدكتور مصطفى مدبولي وعند المجلس القومي لحويل الانسان بقوله المجلس القومي لحويل الانسان ان شاء الله تشكيله هيطلع قريب ولكن هل يعقل ان المجلس القومي لحويل الانسان اللي تكلفت انشاء المبنى ستين مليون جنيه نقعد نجزاء على خمس سنين لا اصرف الخمسين مليون جنيه ايا كان هاتها من ايا مصدر وابني لان ده رمز وحسن للدفاع عن الحريات في مصر لما يجي لي حد ويروح يزور المجلس القومي لحويل الانسان انما هاجب لهم شاءتين واعدين على كورنيشن لا اعمل له دي نمرة واحدة نمرة اتنين الاسراع في اختيار المجلس القومي الجديد لان المجلس القومي القديم له ما له وعليه ما عليه فيه شخصات كويسة جدا ولكن اتى في الظروف غير عادية وتغيروا الاعضاء بتغيروا؟ لا هو مدده انتهت من سنتين وبالتالي بعد اصدار القانون احنا متأخرين شوية في اصدار التشكيل الخاص بالمجلس القومي لحويل الانسان ولا هتصدره او هيتم اختياره بمعرفة اللجنة العامة للمجلس وثم يطرح على الاعضاء للموافق عليه بالاغلبية المطلقة ولكن احنا عايزين نجيبه بقى من الشباب عايزين نجيبه من الحقوقيين عايزين نجيبه من اصحاب الخبرة عايزين نجيب مجلس يقدر يتحرك ونديله امكانيات مادية مقولوش انك انت هتسافر لي انا عندي جدول زمنية استاذ كمال من يوم واحد لغاية اخر يوم في السنة بكل المؤتمرات الموجودة في العالم اللي هي بتعلق بحويل الانسان سواء من اول امريكا لغاية مصر يحضر معاهم ويرد لما يحصل رد انتقاد لمصر يقول له تفضل ده الرد بتاعنا لا اما يبقى عندنا مشكلة متعلقة بموقف معين يقول له ادي الرد بتاعنا انما احنا سيبين الساحة فاضية هل تتخيل ان دويلة زي دويلة قطر دي ما فيش مؤتمر لحويل الانسان في العالم ما بتحضرش فيه وبعدين بتحضر وبتهجم مصر ما بتهجمش غير مصر ومملكة العربية السعودية قصور من عندنا وبالتالي احنا عندنا قصور النمر اتنين الهيئة العامة للاستعلامات لازم تزيد الميزانية بتاعتها لان انا في لندن في احد الزيارات الخاصة بي انا كمحامي يعني وليس كحويل انسان لما رحت الهيئة العامة للاستعلامات مكتب الهيئة العامة لاستمع الاستعلامات المكتب الصحفي اكتشفت انه ماشوا الموظفين عشان ما عندهمش مرتبات ليهم تمه ده اللي بيتكلم باسمه مصر مع السفرات ومع القنصوليات وبالتالي لازم الامكانات المادية معك بالتأكيد في كل هذا حضرناك كنت ضابط شرطة في الاساس والان انت بتراقب على جهاز الشرطة وعلى السجون وعلى الاقسام وعلى اداء الدخلية هل في محاباة من بعض الشيء يعني بانحاز ليهم يعني بس اسمح لي اخذ الاجابة بالحراك بعد فاصل السمريين ما احرككم في الحياة في مصر ولكن بعد فاصل القصير ماشئة الله برحب بحضراتكم مشاهداء الكرام مرة تانية في الحياة في مصر ومرة تانية برحب بضيف الكريم اللي بيشرفني السيد النائب علاء عابد رئيس لجنة حول الإنسان في البرلمان يا اهلا وسلام بك اهلا بحضرتك وكنا بنتكلم في سؤال شائق بعض الشيء يعني قبل الفاصل حضراتك كنت ضابط شرطة شوف خليني اقول لحضرتك اكتر شرفين خدتهم في حياتي ان انا في يوم الايام كنت ضابط شرطة بحمي الناس من المجرمين والشرف التاني ان انا اصبحت نائب عن الشعب المصري داخل البرلمان الشرفين اللي اتنين دول لكي اعمل من خلالهم يجب ان يؤدي قسم ايه هو قسم احترام الدستور وقانون وبالتالي وانا في جهاز الشرطة اه يعني انا انا يمكن كنت لسه بتكلم من ثلاثة ايامي في يوم الايام كنت شغال اه زابط مباحث او رئيس مباحث مركز ابنوب الحمام في اسيوت اه ابان فترة حادث لقصر وبعد الجامعات الارهابية حصرتنا وضربت نار علينا واحد الزباط ماتوا ويمكن كانت زوجته لسه مخلف وانا اصبته بفتكر الايام دي لما بفتكر الايام دي جي بعديها بقى ده اتغير حسن الالفي وجي حبيب العدل في الاحداث دي اه تماما كان ده تقريبا توقيت التغيير يمكن كان 97 98 على ما تذكر لما بفتكر الايام دي بعرف ان انا كنت صاحب رسالة وبالتالي بفتخر ان انا كنت زابط في جهاز الشرطة تعال بقى انا رئيس لجنة حول الانسان هل هنتكلم صراحة هنتكلم صراحة الشرطة ما فيهاش تجاوزت لا فيها تجاوزت انا بقول لحظاتك لما حصل تجاوز في اسم الاميرية وبعض الزباط اتعرضوا لأحد الاشخاص وتوفى اول واحد كان موجود في اسم الاميرية انا وزملائي مارجريت عازر والنائم محمد الغول وحتم بشات ويهاب العمدة واتخذنا الاجراءات الرقابية وده الفرق بقى انا مش اشتغل تنفيذي الرقابية اللي تسمح ان هذا القتيل ياخد حقه او هذا الشهيد ياخد حقه وتقدم الزباط للمحاكمة وقص على ذلك بقى ما حدث في اسم الهرم ما حدث في اسم حدايق الابة ما حدث في بعض السجون لا الحقيقة اللي بساعدنا يعني الترين بتحكم بالفعل اداني الزباط في الجزئين طبعا اللي كانوا موجودين في الاسم وبيتحكموا دلوقتي والزباط محبوسين والدليل على ذلك لو ما فيش محاباة حتى لو جهاز الشرطة اللي اللي كنت فرض منه صحيح انت عارف سيادتك انا بيجيلي تقريبا في لجنة حول الانسان كل اسبوع من 10 إلى 20 شكاوي يا زباط يا مساعدين زباط يا أفراد شرطة فورا على مكتب وزير الداخلية الشكوى اللي بحس ان هذه الشكوى لما بحس انه صادق طبعا بيبقى فيه شكاوي طبعا كيدية واحد هربان وتجر مخدرات فجايش تجي في حول الانسان عشان نقول انه هو مطار وبالتالي كمان انا يعني علمي ومدى معرفتي باللواء محمود توفيق اول موقف عمله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لما جاي حدي يفتكر بس اتخذ الاغراءات اول يوم قد اليمين بعدها بتلات اربعة تيام حدثت الحادث بتاع حدايا القب حصل ايه في نفس اليوم الزباط اتحولوا للتفتيش ثم اتخذت الاجراءات القانونية ضدهم وقالها صراحة لا تسطر على من يهين المواطن المصري داخل اللقسام او خارجه احنا بنقدي رسالة وكان شعارنا دائما الشرطة في خدمة الشعب وسيستمر هذا الشعار دائما الشرطة في خدمة الشعب وانتم تراقبون على هذا الامر معاملة الانسان المصري حتى لو كان سجين حتى لو كان محبوس معاملته باحترام صعي انا زورت تقريبا انا واللجنة حوالي سبع تمن سجون وطبعا هناك هناك انتجاهات معقولة المساجين بيأكلوا كده معقولة انا عايز بس افحيم قبل المساجين بيأكلوا كده ازاي رب بتبقى مفاجأة ولا مترتبة لا هقول لحضرتك على حاجة احنا بيحكمنا دستور وقانون الدستور وقانون نص صراحة على ان السجون فقط لغير يجب ان تكون الزيارات بازن النائب العام لان من يشرف على السجون لا توجد سلطة تشرف على السجون غير النائب العام وممثلة طبعا في النيابات اللي هي التابعة لي في المحافظات وبالتالي لا استطيع ان اقتحم اسم وافتح لان كده ان اتعدي اسم ولا سجن سجن لا اقتحم سجن وادخل لان ده تعدي على اختصاصات النيابة العامة او السلطة التشريعية وده خلط بين السلطات وبالتالي احنا بنستأذن احنا عايزين نروح سجن كذا بيرد علينا بالموافقة واحنا رايحين في الطريق بيعرفوا واحنا وقفين على الباب احنا دخلين الزيارة دلوقتي واحنا دخلين على الباب عايز اقول لسيادتك على حاجة هو احنا بنروح للزيارات وبنطلع من غير مخالفات لا بيبقى في مخالفات في ناس بتستحق طب هقول لحضرتك على حاجة احنا بعثنا جواب للنائب العام ان حوالي 15 او 12 شخص يستحقوا الافراج او العفو لظروف صحية والحقيقة اتعمل لهم التقرير الطبي واللجنة السلسية ووراهم كامل ومحدش طلعهم قاعدين بيعملوا ايه دول استعجلنا النائب العام اصدر خرر بالعفو فورا ففي حاجات كمان احنا طلبنا كلجنة حقوق انسان ان المحبوس احتياطي بقى اللي هما نسبتهم 30% عايزين نغير بقى المفهوم ده شوية انا النهاردة لو عندي في مصر 50 الف مسجون منهم 15 الف محبوسين احتياطي طب ما اخد اجراءات بديلة وفي نفس الوقت لو حبستوا احتياط ايه الاجراءات البديلة اقاعد حريته في البيت امنعهم الصفر اطلعوا بكفالة عالية انما الحبس الاحتياطي بيدي انطباع في الخارج ان الدول كلهم مسجونين وليس محبوسين احتياطيا اللي عايز تشريع ولا عايز اجراءات لا محتاج تشريع اولا محتاج نمرة 2 ان يكون هناك اجراءات احترازية او تحفظية ازاي يعني انا لو هحبس احتياطي وتبين برأته مش هنقول برأته مثلا لا اسباب معينة لا لا اسباب محددة لمعرفة فعل طلع فيه فعل تاني ثبت باليقين انهم بريء هاخد اجراءين وده انا قدمت القانون فعلا اولا تعويده ماديا عن كل ساعة تحبسها مش كل يوم نمرة 2 النشر في جريدة رسمية على الاخل نصف صفحة برأة هذا المحبوس لان للأسف انا ممكن هتحبس 6 شهور وبعد ما وهي شيء لعب كبير او عن السجون المصري صحيح انا مش عايز ابوصلها كده وامن وحاجات كدير ومعيشة انت مذاكر كويس استيس كمال بس انا مش عايز ابوصلها انا لو قلت هيقولوا علاء عابد مش عايز يحبسهم عشان عايز يوفر للدولة هو بيوفر ايه بقى بيوفر اكل وشرب وعلاج وحراسة وتنقلات وفي نفس الوقت انه ممكن يهرب وهو بريء فبالتالي يبقى يرتكب جريمة اخرى هيوفر كتير للدولة ولكن الاهم من التوفير للدولة هيوفر لي انا اننا لا انا ببدي حسن النية في مع المحكوم طبقا لقعدة المعروفة لجميع المتهم بريء حتى تثبت ادانته ولكن الحبس الاحتياطي طبقا لقانون الاجراءات الجنائية احنا من سنة 50 شغالين بهذا القانون وقانون الاجراءات الجنائية احنا عمدنا ثورة يعني المستشار بهاء ابو شق واللجنة التشريعية شغالة بتعيد هذا القانون غيرنا كتير منه غيرنا كثير من الاجراءات ولكن ان انا اقعد اتحبس ست شهور ولا سنة وبعد كده تثبت برأتي كل الشارع عنده يقولك لا ده نفذ وطلح وبالتالي يقول صخط بيه التهمة وسأظل حبيس هذه التهمة في شغلي وفي بيتي وولادي اللي هيجي يتجوز يقولك ده تحدث في قضية كده طيب على ذكر برضو للحبس الاحتياطي برضو خلينا نتكلم على امد التقاضي امد التقاضي لما يكون طويل اوي لما يكون في قضية شغالة بقالها خمس سنين ده ظلم مش ظلم حتى للمتهم نفسه كمان في قضية الارهاب قتل الضباط او الجنود في قضية الارهاب وكي يكون ظلم للأسر نفسه يعني لما تشوف مثلا واحد زي عاد الحبار قعد فترات كبيرة جدا والتهمة ثبتة عليه فترة كبيرة جدا وبلما يتم الحكم عليه والحكم ينقض وبعدين يرجع مرة تانية لمحكمة من اول وجديد محكمة جنيات ثم ينقض ثم تعاد محكمة النقد الى محكمة موضوع خمس مرات امام محكمة صحيح فده دول كبير عليكم برضو ده حقوق انسان على قضية طبعا هو كان الاول حقق صارحة انا اكلمك في الحتة دي بقى كمحامي انا بقولك كمحامي لما باجي بتدعي بالحق المدني لمجني عليه امام شخص قتل او حرق او سرق انا بيطلع ايني هقول لحضرتك ليه لان المحامي التاني يعني اولا بيطلب شهود بيطلب معامل فنية بيطلب اجراءات بيشوف ينحس ان الدايرة دي توجهها ان هي شديدة الدايرة بيحاول يروح دايرة تانية ثم يصدر الحكم ثم الاستيناف ثم نروح النقد وبعدين النقد يتحدد له سنة قضائية خمس ست سنين عبر المناصر الحقيقة يكون مات اللي مات وعاش اللي عاش وخلاص الدنيا تنسى انا بقول حضرتك برضو عشان ما نبقاش ما نقولش ان احنا في خلال ست شهور هنصدر الحكم وهو دا برضو مفروش عدالة الجنائية اقول حضرتك على حاجة القضية اللي انا دربت مثال للمشاهدين الكرام في بداية الحلقة وانا بفتخر بشرطتنا المصرية وبقول ان احنا الحمد لله الشرطة المصرية بقت على نطاق الشرطات العالمية في الاسراع والانجاز في ضبط الجناء قضية جزيرة الريم ضبطوا الجناء بسرعة في ابو ظبي دي كانت قضية قتل وفيها جزء ارهاب في غضون ست شهور تم القضى عليهم وتعملت المحاكمة وتعمل الاستئناف او النقض وتم تنفيذ حكم الاعدام كل الفترة ست شهور كويس ولكن داخل دائرة العدالة الجنائية يعني من ضمن حقول انسان العدالة الجنائية واحنا عندنا ضمانات العدالة الجنائية محكمتين عليتين المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض وبالتالي يجب ان يمر المتهم خلال اجراءات التقاضي بكل ما يسمح له بالدفاع من شهود من ادلة من شهود اسبات شهود نافي معامل جنائية طب شرعي افلام مصورة كاميرات ده كله احنا بنسيق استخدامه يعني انا ممكن اروح للقاضي اقول له الشاهد جيه النهاردة جيه مجاش الشاهد استغنى عنه اللي بعده التارير لازم يجي بعد اسبوع التارير يجي بعد شهر وبالتالي احصره في مدة محددة اه ده رصل لنتيجة محددة ولكن اساقة الاستخدام بقى ان انا ممكن امد اجل التقاضي عن طريق ايه عن طريق المحامي اللي هو انا حاسس ان الدايرة دي فيها متجه لاتجاه معين فلازم اهرب منه ده اللي انا بقول عليه احنا نقدر نحصره خلال اجراءات جنيه ان انا حدد له مدة لان ما كمان ما طلبش برد المحكمة صحيح احدد له مدة مدة يمكن زميلي يزعله مني بس انا بقول الحياة لانه كل زميلي شركاء في هذا الموضوع لان مهنة المحامة هي نصرة المظلوم الشيء الاخير اللي انا عايز اتكلم عليه في الجزئية دي تحديدا ان انا بقول ان الخضاء مظلومين انت عارف حضرتك كم القضايا اللي بتتعرض عليهم قديه لان احنا تعودنا احنا مواطن المصري النهاردة بقى عندنا زمان كان يعني انا ممكن اتخاني مع حضرتك يتدخل واحد وحقك عليها وبتاع دلوقتي انا اول ما اتخاني مع حضرتك ابن الحلال يقول لي اجري اعمل له محضر في الاسم والتاني يقول لك اجري ارد عليه في اسم تاني وبالتالي في الاخر المحاضر دي بتنزل رولات وبيلاقي القضي قدامه رول في سبعمل ما اتضغط على القضاء بس ما اتضغط على التأمين كمان يعني المثال اللي انا ضردته بتاع عادة الحبارة الارهاب اللي قتل جنودنا وقيد ايديهم وراء الظهور وضربهم فرصهم بالرصاص زي ما عمل الاحتلال الاسرائيلي في 67 في جنودنا عادة الحبارة ده علشان يروح كل يوم المحكمة او كل مرة المحكمة في غضون التلات اربع سنين اللي بيحاكم فيهم ما فيه تأمين بطول للطريق الدائري عشان يروح للمحكمة ما فيه تأمين في محيط المحكمة ما فيه تأمين راجع وداخل السجن وفي مرة حاول ان هو يهرب صحيح عايز اقول لحضرتك حاجة من اللي انا كنت يمكن قبل ما ادخل شفت وانا بحيي على فكرة معالي الوزير محمود توفيق على الجهد الرائع لعادة الطفل المختطف انا عايز اقول لحضرتك حاجة بما ان كنت ضابط شرطة بقى وبما اني اعلم انت عارف ان بيبقى فيه تعليمات لما بيبقى فيه مخطوف ان لظابط ينام ولا امين شرطة ولا يروح بيته ولا يغير هدومه لما يرجع يعني الزباط دول اللي اشتغلوا على القضية دي وافراد الشرطة والقيادات خمس ايام صحيين عشان طفل ما بيحصلش في العالم عايز اقول لسيادتك واحنا في لندن فقضية بنتنا مريم عادنا قدية عشان نرجعها هنا مصر ندفنها شهرين عشان الطب الشرعي بيشتغل ساعة في اليوم في اربع ايام في الاسبوع فعشان يوصل لنتيجة عادنا شهرين وبعد ما رجعنا شهرين لغد الوقت المتهمين ما تقدموش للعدالة ومعروفين ومتصورين وصوت وصورة وسواء الوتوبيس وانا اتكلمت في القضية دي كتير لا احنا عندنا هنا عادلة جنائية وعندنا شرطة وطنية وعندنا قوات مسلحة بتدفع عن ارض مصر وكمان عندنا في نفس الوقت الوجه بقى قبيح ده اللي انا عايز اقوله بقى يعني لما عندنا سبع منظمات هذه المنظمات تعمل من اجل ان تسقط الدولة المصرية يعني مثلا مركز المصري لحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأستاذ خالد علي والمبادرة المصرية لحقوق الشخصية حسان بهجت ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية موزن حسن والشبكة العربية المعلومات جمال عيد ومؤسسة حرية الفكر والتعبير عماد مبارك وعحمد سميح مركز اندلس ومركز القاهرة بهي الدين حسن لما ياخدوا كل سنة 3-4-5 مليون دولار عشان يطلعوا تقارير ان احنا عندنا وعندنا وعندنا ويوقفوا قدام مرشحة مصر في اليونسكو يقولوا ان احنا مصر لا تستحق هذا المنصب للسفيرة مشيرا قطاب وفي نفس الوقت يبقوا مدانين في القضية 173 تمويل اجنبي طيب هو يعني خلينا اتكلم ب طبعا مش عايز اقول ان محامي الاخر يعني وانا موجود هنا يعني طبعا اليوم حق الرد في اي وقت بس في نفس الوقت مهم ان يكون فيه معارضة مهم ان يكون فيه حد بيدافع عن حقوق الانسان صحيح بس اللي يدافع عن حقوق الانسان اللي بيقول الحق انها لما تبقى مدان في القضية 173 تمويل اجنبي عارف حضرتك القضية 173 تمويل اجنبي ممكن الكلام بشكل عام بدون تخصيص اسمه معيني علشان لانا احب اعلن للناس عشان يبقوا عارفين المنظمات التي تعمل جد الدولة انا مسئول انا مسئول مسئولية كاملة عن ما اقوله لان هذه المهم اولا هم متهمين في الانسان 173 واثنين منهم هاربين وخمسة ممنوعين من الصفر لانهم متهمين في هذه القضية هل تعلم ان الغاية النهاردة السادة دول بيطلعوا تخرين لهم الرايتس وفريدام هاوس والمفاوض السامي بيقولوا ان مصر في خلال هذه الفترة بعد ما عدينا المرحلة دي وبتدينا نشتغل وبتدينا نعمل انتهاكات رهيبة عينا بيانا تحرك ضد التمويل الاجنبي في الاساس؟ لا انا مش ضد التمويل الاجنبي بس ضد مشروعية التمويل الاجنبي التمويل الاجنبي هو نظام دولي متبع في جميع الدول بالعكس انا عايز التمويل الاجنبي ولكن التمويل الاجنبي من خلال تنمية مستدامة يعني بمعنى ايه؟ هو حضرتك ملايين الدولارات واليوروهات اللي دخلت اه قبل الثورة وخلال ثورة 25 يناير هو احنا شفنا قارية فايرة مثلا قارية زي عندي مثلا قارية عرب الحصار اللي انا منها من الصف كده حد جيه عمل مشروع تنموي هناك؟ لا نتكلموش على كده ما فيه جمعيات مختصة بالتنمية وبالشكل ده حرك ضد الجمعيات المختصة لا انا معاها بالعكس انا على فكرة احنا عندنا هنا في مصر جمعيات انا بعمل لقاءات دورية معاها وبدعمها وبتتقابل مع الدكتورة غادة والي وزير تضامن الاجتماعي وبنسعدها وبنكبرها ومعاها ولكن انا ضد التمويلة الغير مشروع اللي بيستخدم لاهداف غير نبيلة دعم الارهاب ودعم الفكر المتطرف ودعم عدم الوسطية وعمل على اسقاط الدولة المصرية الارهاب واسقاط الدولة المصرية كلنا بنتطفق عليه ده اساس يعني الدولة المصرية هي الاساس في كل شيء النائب العام لكن انا بتكلم على المعارضة فقط انا على فكرة انا لما دخلت المجلس انا كنت معارض انا الثلاث سنين انا رئيس هيئة برلمانية الحزب المصريين الاحرار وهو حزب معارض شاء من شاء وابا من ابا وكلماتي كانت كلها معارضة لكل الوزراء في كثير من الاحيان ولكن في معارضة وطنية وفي معارضة مغردة طيب ما احنا عندنا في المجلس معارضة وطنية هم ممكن بحد يقولك ينبدي chains يعني لو انت رافد مثلا لجزئية معينة في التمويل الاجنبي ايه البديل ما هو في مصر مش هيعرفوه يجيبوه فلوس طيب انا هقول لobile حدود لحاجة هو وضياء الدين الداود او كمال احمد أو أحمد طنطال هم دول مش معارضين منتهى الوطنية شاء من شاء وأبى من أبى محدش يقدر يشكك فيه ولكن لما يبقى في حد بيشتغل وبيقبط أنا النهاردة لما أخد تمويل من فريدم هاوس وروح أتضرب في أوكرانيا على إسقاط الدول وبعدين أعمل اجتماعات وأدي العيال الصغيرة كل واحد 500 جنيه وديله مش عارف كرة نار يرجع وشوية برشامه بتاع هو ده تمويل أجنبي تمويل أجنبي ايه وربيع عربي ايه ده خراب عربي جاي على مصر التمويل الأجنبي سيادتك في جميع الدول بيروح للتنمية المستدامة ممثلة في ايه تعليم صحة سيادة الرئيس عم فتح السيسي مش تكلم عن بناء الإنسان أنا معاك في جوزئية التنمية المستدامة بالتأكيد بناء الإنسان تعليم صحة ثقافة برامج حماية اجتماعية تعال يا سيدي اشتغل في الحتة دي عمر تمويل أجنبي جاي لك تعليم أو الصحة أو الثقافة أو برامج الحماية الاجتماعية لا تمويل أجنبي ييجي ليه للفكرة الغير معتدل اللي هو يقول له ايه اضرب في الشرطة اضرب في المؤسسة العسكرية طب نرجع مرة تانية للسجون أنا شفت بوست قبل كده على فيسبوك كان بوست رائع للغاية بيتكلم بالصور على إن البرازيل فيها السجين اللي بيقرأ كتاب بيتخصم له أربع تيام مثلا من مدة سجنة ده شيء رائع للغاية أنت بتخلي السجين المجرم مثقف أنت بتحوله لحد مختلف تماما فيه برضو السجناء اللي ممكن يكونوا على عجلة سبتة بتولد الطاقة للبيوت اللي حوالين السجن بتقلل لهم كل يوم لمدة 24 ساعة من سجنهم ده ممكن يطرح عندنا في السجون تقترحه مثلا يعني طبعا يعني دي فكرة هايلا نقدر نقترحها والعلم هو في مكتبات السجون بتقلل الإجرام حتى داخل السجون نا طبعا طبعا الفكر يعني يعني بيقولوا بداية القراءة هو بداية الصخافة وهو كل المعرفة بشي المثل الصيني بيقول كده أنا عايز أقول سيادتك على حاجات إيجابية بيعملوها في السجون محدش حاسس بيها يعني مثلا في السجن مثلا إحنا عندنا نص المدة طلعنا خانون كانت تلتين أصدرنا خانون نص المدة لحسن الصمعة والسر والسلوك داخل السجن ما ارتكبش جراء اللي هو برضو بيروح إيه إذا كان مسلم يحفظ قرآن ويقرأ إذا كان مسيحي ياخد درس البابا يجي تدي له درس إذا كان أمي يتعلم القراءة والكتابة بعدين هو ليه محدش أشار للجهد اللي احنا بنعمله بناء على توجهات ستة رئيس عم فتاح السيسي هو احنا مش كل يوم عمليين نطلع شباب من السجون آه طبعا هو احنا مش كل يوم وعلى فكرة عايز أقول حضرتك على الحاجة فيه ناس بتقولك المتظاهرين بس لا احنا نطلع كمان الجنائي الجنائي اللي هو ارتكب وحاسين انه هو خطأ أخطأه وندم عليه ومش هيعود وبنتبعهم بعد ما بيطلعهم بتعرفهم إزاي بص بتبقى بينه يعني المعتدع الجريمة اللي هو مثلا متهم في ثلاث أرواح لا نواصل ممكن حد يمثل لا احنا احنا ما متعاملش مع الشخص احنا متعامل مع ورق بنجيب الورق ونفحصه وبيشترك معنا طبعا لجنة العفو الرئاسي أزالي حرب والمجموعة اللي موجودة معاه وبناخد قرار بعد ما بناخد القرار بنعرض على السيدة الرئيس الجمهورية والسيدة الرئيس الجمهورية هو بيطلع عفو الرئاسي ومسمينها ايه احنا الفرصة التانية بس شريطة ان انت متعودش وانت لو عدت بعد العفو هتتطبع عليك العقوبة القديمة والجديدة دي نمر واحد نمر اتنين ان انت ما تكونش قتلت حد يعني انا مش هعفو عن واحد قتل مصري او ايا كان مش هعفو عن واحد مثلا خد تمويل اجنبي عشان يحرق المجمع العلمي ويجيب مثلا كتب تاريخية من مصر عشان يمحوا يطمس الهوية المصرية اي شيء اللي يسقاط الدولة المصرية احنا ضده بالتأكد مش هعفو عن واحد ويف يحرق عربيات وإسام الشرطة والكنائس والإسام لا انا فضلي دقيقة واحدة في الحوار طبعا كنت تتمنى ان هو يطول اكثر من ذلك لو في جملة واحدة تتوجهها مثلا لدكتور علي عبد العيل تقوله ايه اقوله دكتور انتهدت رسالة جليلة خلال الثلاث سنوات الماضية واتمنى ان يكون هناك في الدور الانعقاد الرابع ازاعة الجلسات على الهواء اولا نمرة اتنين ارجوك القانون الذي قدمت قانونين قد قدمتهم اولا القانون العنف ضد المرأة وهو يتعلق بالعنف الإداري والتمييز القانون التاني بعد اذنك الحبس اللي احتغير زلوط الحبس اللي احتياطي وتعويد المحبوسين احتياطيا ازا ثبت برائتهم دول انا عايزهم منك سيد نايب علاء عابد رئيس لجلسة حول الانسان في البرلمان شرفتين يا فن شكرا جدا شكرا جزيلا انا كنت سعيد جدا ان انا معك انا لأسعد بالتأكيد شكرا جدا والشكر كمان موصول لحضراتكم مشاهديها الكرام بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة بعض الفصل بمشاعة اللي اتلتقوا مع قراءة لعنوين ومنشتات صحف الغد مع زملت العزيزة هند جاد